الاختراض اعتقد انه بيبقى اضطرار لكن فيه نقطة او خطة احمر لا يجب ان يتم الافراط في الاستدانة بعدها ولابد ان يكون هناك مؤشرات مثلا رقم التصدير مؤشر اخر يخليني اتوقف او يعني اوازن لكن ايضا فكرة الفائد الاولي اللي بيديني ان انا حجم الديون بتاعتي اقل من 100% وفيه دول 100% من نتج المحل الاجمالي يعني فبالتالي فيه بعض المربكات بتعبير حضرتك فيما يخص بعض المصطلحات اللي احنا بنتناولها حتى على المستوى الاعلامي بنتكلم انا طالما عندي فائد اولي فانا بقى مش كويس او طالما الديون بتاعتي لم تتخطى 100% من نتج المحل الاجمالي بتاعي فانا يبقى كويس ما مربوطش بين خدمة الدين والتصديق مثلا هذه القصة الضبابية كيف تقرأها شوفها سيدي يعني فهم الرجل العادي لهذه الامور هو الذي يجب ان يستأنس اليه قدرتك على الاقتراض يجب ان تكون مرتبطة بالاساس بقدرتك على السدد اي واحد عائلة هيعمل كده القدرة على السدد هنا انت تقول نسبة الدين الى الناتج المحل الاجمالي لا اعاول عليها كثيرة واحد يقول لي ده مصرخت بتقول لي 60% للناتج المحل الاجمالي ده الاهل مصرخت لكن اهل بلادنا بقول له لو سمحت انظر بعين الاعتبار الكبرى لخدمة الدين الى مواردك من التصدير اه يعني عندي حاجة لازم ببص عليه اه يعني ما فيه مؤشر تاني الناس دايما يبيتقول لك اذا انا مثلا في الحدود الدين الخارجي انا تحت 60% لا انت بتاخد الدين العام كله محلي وخارجي وده لو انت عايز تستأنس بهذا المؤشر ف60% للناتج المحل الاجمالي انا بقول لك لا هناك مؤشر اهم واكثر تعبيرا عن قدرتك على السداد هو داخلك من الموارد من النقد الاجنبي والصادرات بتحطه في المقام بتحطه في البسط بتحط خدمة الدين فاذا التزمت بهذا كان ذلك اولا طيب احنا بنخترع حاجة لا ما بنخترعش اما انهزمت المانيا في الحرب وحتى لا تكرر الدول المنتصرة مأساة اتفاقية فرسايل السلام التي كانت فيها من المشكلات ما جعل الطيار اليمين يطلع ويتكلم على اتفاقية غير منصفة وحصل تضخم وغلاء وبطالة طيب اما انتصلت بقى الدول مرة ثانية على المانيا برضو في الحرب العالمية التانية اللي هو الهياء المانيا الديون اللي عليك لا يجب في سدادها انها تتجاوز 5% من صادراتك حتى نعينك على الخروب بقى بمسألة اعادة الهيكلة واعادة البناء ده 5% طب تقول لي حضرتك هل الرقم ده بقى اللي اتعامل ما بين الدول الكبرى وبعضها ماشي على الدول النمية لا الدول الاقل داخلا بتدفع اقل من اعلى من 20% اعلى من 20% من صادراتها يعني اربع امثال ما كان مطلوبا من المانيا لخدمة الدين الدول المتوسطة في الداخل او منخفضت او منخفضت متوسطة الداخل او ذات الداخل المتوسطة المنخفض زي مصر مثلا بتجد ان الرقم يقترب بارقام انا بكلم على المتوسط مش بكلم على مصر مفهوم بحوالي 15% الرقم اللي كان موجود من عدة ايام وانتشر انه هو التكلفة من الانتاد ان تكلفة خدمة الدين اكبر مما ينفق على التعليم والرعاة الصحية فدي كلها من المؤشرات الاهم حرجا من الموضوع ال 60% للنتج المحلي انا بقولك اهل مصر هتقول لي والله ده اليوروبيين بيقتردوا عنه ايوا سيدة عندهم من العملة الصعبة اللي طلع من عندهم ان الاقتراض محلي عندهم زي الاقتراض الخارجي وعنده امكانيات للسداد وعنده امكانية لإعادة الجدولة لكن انت في بلدانك انت معرض لتغيرات حتى لو كان القرد طويل المدى وفيه عنصر منحة وفيه عنصر سماح وفيه يسر هتجد بسبب تقلبات سعر الصرف لو هو هياخد منك دولار قدام دولار يعني قرد حسن هتجد ان القرد اللي لو خدته مثلا من 10 سنين برقم بسبب تغيرات السعر هيبقى اعلى بسبب تغيرات سعر الصرف دكتور محمود الطاقة عنوان كبير